بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بالجميع الى هذه الفقرة المتعلقة بقواعد اللغة الفرنسية طبعا فهذه الفقرة ان شاء الله سنرى إذا نتكلم عن المبني للمعلوم ثم المبني للمجهول هذه الفقرة هي من الفقارات المهمة التي يجب ان نعرفها وكما سنلاحظ بان هذه التغييرات يمكن ان نفهمها ونضبطها حتى لا تكون هناك إذن كمن الله هدونا تم ثم التغييرات المتطانية implique que le sujet subit une action. Cette action peut être précisée au moyen d'un complément d'agent. Le passage de la voix active à la voix passive entraîne des transformations grammaticales. Dans les phrases à la voix active dans les phrases à la voix active. Le sujet est accompli l'action. Le sujet est accompli l'action. Le sujet est accompli l'action. Alors c'est ce qui est communique ? نقول مثلاً أحمد بكالة التفاحة إذن هذه جملة مبنية للمعلوم أحمد مانج لابوم هنا طبعاً كما تلاحظوا بأنها جملة مبنية للمعلوم إذن ليس هناك مشكل إذن أحمد هو الذي قام بالفعل la forme passive إذن تكون هنا عن الشكل المبني للمجهول au contraire على العكس من هذا implique هو يدل على implique le sujet subi in action إذن على عكس المبني للمعلوم إذن الجملة المبنية للمجهول implique تدل على تؤدي إلى أن le sujet بأن الفاعل subi in action يتلقى الفعل الفعل هو الذي يحدث له الفعل وليس هو الذي يقوم بالفعل كما في الجملة المبنية للمعلوم أحمد أكل التفاة أحمد هو الذي قام بالفعل إذن أحمد هو الفاعل لكن في حالة المبني للمجهول الفاعل يتلقى الفعل التفاحة أكلت التفاحة أكلت من أحمد مثلا أو بأحمد إذن التفاحة هي التي أكلت إذن نحن سنبدأ بالتفاحة التفاحة أكلت طبعا هكذا أكلت التفاحة إذن هكذا في اللغة العربية لكن في اللغة الفرنسية كأننا نقول التفاحة أكلت بأحمد إذن نتكلم عن كما نقول الشكل المجهول إذن نتكلم عن المبني للمجهول يعني على العكس يعني أن الفاعل هو الذي يتلقى الفعل وليس هو الذي يفعل الفعل كما في حالة المبني المعلوم Cette action peut-être précisée au moyen d'un complément d'agent Cette action peut-être précisée au moyen d'un complément d'agent إذن هذا الفعل peut-être précisé peut-être précisé يمكن أن يؤكد أو يوضع C'est un moyen d'un complément d'agent C'est un moyen d'un complément d'agent Masculaire et féminin C'est possible que cette action peut-être être identique C'est un moyen d'un complément d'登録 or foreign Identique C'est un moyen d'agent Pour une femme, l'usage n'est pas stabilisé C'est un moyen d'agent C'est un moyen d'agent On trouve également l'utilisation d'agent C'est un moyen d'agent ممكن أن نستعمل للمؤنث أجان أجان أو نقول أجان أما في المذكر فنقول أجان إذن المعنى هذه الكلمة celui qui est chargé d'une fonction d'une mission soit par un gouvernement أو par une administration soit par un أو plusieurs particuliers celui qui est chargé d'une fonction إذن نتكلم عن شخص المكلف بدور إذن نتكلم عن شخص مكلف بدور ما celui qui est chargé d'une fonction d'une mission أو مكلف بمهمة ما soit par un gouvernement سواء تعلق الأمر بحكومة مكلفة هذا الشخص ou par une administration أو من طرف إدارة الإدارة التي تكلفت هذا الشخص مثل الإدارة هي التي تكلفت هذا الشخص أو par une administration soit par un ou plusieurs particuliers أو تعلق الأمر بشخص أو مجموعة أشخاص عاديين إذن كمنا نتكلم هنا عن واكيل كلمة أجان كما تلاحظوا بأنها ممكن تعني كلمة واكيل إذن الواكيل الذي تكلفه مثل الحكومة أو تكلفه الإدارة أو يكلفه فقط شخص أو مجموعة أشخاص en particulier إذن في حالة خاصة par ellipse طبعا كلمة ellipse عند معاني من ضمنها حدف كلمة بدون أن يتغير معنى الجملة إذن نتكلم عن ellipse ممكن نتكلم عن أجان fonctionnaire de police موظف في الأمن ثم عند الرقم سبعة إذن عندنا الذي يهمنا personne أو chose qui fait une action نتكلم عن شخص أو شيء أو ما qui fait une action الذي يقوم بالفعل من très generalement par un sujet dans la voix active من très generalement par un sujet dans la voix active نتكلم هنا عن الشخص أو الشيء الذي يقوم بالفعل من très generalement الذي يمكن إظهاره بصفة عامة par un sujet من خلال فاعل dans la voix active في الجملة المعلومة وطبعا كما عندنا هنا نتكلم عن الجملة المبنية للمجهول cette action peut être précise ou moi et un complément d'agent إذن تكلم هنا عن مكمل d'agent الذي يقوم بالفعل عندما نقول مثلا التفاحة أوكلت بأحمد إذن بأحمد هذا c'est un complément ولكن d'agent يعني هو الذي قام بالفعل إذن فقط أننا أخرناه كالجملة المبنية للمجهول يهو passaje في الجملة الفاحة Ven backward العديد الفاحة إلى الجملة люс إلى الأcost إلى الأst tan يود 레�وب ولمجهول إلى النظم إلى الأقص لهم الفاحة يؤدي إلى تغييرات نحوية يعني تغييرات كالنحو صعب صدت خديدا المبني للمعلوم إلي المبني للمجهول أنتخان ديترانسفورماشون غراماتيكال إذن هذا يؤدي إلى تغييرات نحوية يعني تغييرات كالنحو سنرى كيف ذلك فنكسيون دون الفراز passive إذن نتكلمون على الأدوار في الجملة المبنية للمجهول فنكسيون دون الفراز passive دون الفراز passive ل adm告ون سنعشف ل вас من ثروف ألم تشرس تغييرات سنعشف أنتخه نفسه تغييرات سنعشف تغييرات سنعشف هي تغييرات رجاء لو تغييرات سنعشف أعز luc 콘بنية للمجهول على جملة المبلية المجهول إذا مجموعة الكلمات التي تكونها سنت مودي فى المجموعة الكلمات التي تكونها سنت تتغير مثل ماذا ؟ المجموعة الكلمات المكونة لجملة ما ايوه! عند المورورمينة المبني للمعلوم والمبني للمجول مثلا سيجي 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 جو المنهق سيجي سيجي ايضا في سيجي 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 الدائflo المبني المعلوم يصبح كما نقول متمم ولكن يقوم بالفعل كما ذكرنا في الجملة المبنية المجهول كما نقول مفعول به إذا نتكلم عن الكلمات التي تأتي وكأنها مفعول به أنها تقدم المقصود أنه يسبقها أنها تسبق تسبق بماذا؟ تسبق بالحرف باغ تسبق بالحرف باغ ثم منظمة التغييرات التي تحصل طبعا وكما نقول متمم للمجهول هذا هو مفعول به إذا نقول متمم للمجهول ولكنه يكون مجهول للمجهول كما نقول متمم للمجهول دو الفخاز active إذا هاد القوم بليمة ضرجة دي راك في الجملة دو الفخاز active الجملة المبنية المعلوم ذو فيهel السيجاة أنه يسبحه الفاعل بمن آخر أنه يسبح في مكان الفاعل دو الفخاز Passive دو الفخاز Passive الجملة المبنية المجهول مثلا فخاز active الجملة المبنية المعلوم نقول إذا الأطفال يبنون منزل صغير أو كوخا إلى غير ذلك إذا الأطفال الصغير يبنون منزل صغير أو كوخا إلى غير ذلك ثم عندنا في الجملة المبنية المجهول ستصبح كلمة لكابان في هذه الحالة كأنها هي الفاعل إذا سنقول لكابان ما كان لزنفون يكونسويت أنها تبنى أنها تبنى بغ لزنفون من طرف الأطفال إذا هذا المنزل الصغير هو الذي يبنى من طرف الأطفال إذا نقول في الجملة الأولى المبنية للمعلوم إذا الأطفال يبنون منزل صغير أو نقول في الجملة الثانية المبنية للمجهول إذا الأطفال لكابان ما كان لزنفون منزل صغير أو نقول في الجملة الأطفال إذن لس أمفن كلمة لس أمفن هي الفاعل الأطفال هم الذين يقومون بالفعل لس أمفن يسجي دي وربي كونسخوير إذن أتكلم هنا عن كلمة لس أمفن يسجي هي فاعل فاعل وماذا دي وربي كونسخوير لفعل كونسخوير فعل بنا إذن هي تصبح إذن كمان نقول مفعول به ولكن يقوم بالفعل في الجملة المبنية للمجهول ففي الجملة المبنية للمجهول رغم أن شكل الجملة سيتغير سيصبح الفاعل في مؤخرة الجملة فهو من حيث المعنى سيبقى يدل على الفاعل حقيقي رغم أن مكانه تغير رغم أن الفاعل أصبح في مؤخرة الجملة أصبح كأنه مفعول به أصبح وكأنه المتمم إذن إذا ويهوه يهدوه 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 هو المبنية للمجهول في الجملة مبنية للمجول لكابان كمplement d'objet direct دو لفخاز اكتيف طبعا كلمة لكابان هذي كمانو نقول مفعول به كمplement d'objet direct دو لفخاز اكتيف للجملة المبنية للمعلوم دو فيا سيجي أن تصبح هي الفاعل دو لفخاز passiva إذن نقول نبدأ بكلمة وكأنه الفاعل ولكن في الحقيقة تبقى هي المفعول به لكن في الجملة المبنية للمجول تأتي وكأنه فاعل إذن عندنا هنا لكابان كمplement d'objet دو لفخاز اكتيف لكابان كمplement d'objet دو لفخاز اكتيف دو فيا سيجي إذن هي تصبح هي الفاعل دو لفخاز في الجملة المبنية للمجول أعطى 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 في الجملة المبنية للمجول أعطى أعطى دو لفخاز أعطى 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 هاد الماداتين اللي تكونوا COMPOSE أنها تركب أو تكون SOBLA SOBLA هاد الصحن إذاً طبعاً في الجملة المبنية المجول SOBLA كأنه مفعول به في الجملة الأولى هنا يصبح كأنه الفاعل SOBLA E COMPOSE هاد الصحن E COMPOSE أنه مركب دو دوز انجريديان مين مادتين إذاً كما تلاحظوا بأن الجملة في الحالة الأولى أنها تتغير في الجملة الثانية إذاً تركيبة الجملة الأولى مختلفة عن تركيبة الجملة الثانية طبعاً لديهم أكثر هو التركيبة الفعلية الشكل الفعلي FORM VERBAL EN GUARD LOR DU PASSAGE A LOUR PASSAGE EN GUARD يعني أننا نحتفظ LOMEMENTO نحتفظ بنفس الزمن VERBAL نحتفظ بنفس الزمن الفعلي الذي يصرف فيه الفعل الذي يصرف فيه الفعل إذا صرفنا مثلاً الفعل في الجملة الأولى في LOPRESENT في LOPRESENT في الحاضر في حالة الأفخاص PASSAGE الفعل يبقى في نفس الزمن إذا صرفنا مثلاً الجملة الأولى إذا صرفنا فعل الجملة الأولى في LOPRESENT طبعاً عند المرور إلى LOPRESENT إلى الجملة المبنية المجهول أيضاً نحتفظ بنفس الزمن الفعلي نصرف الفعل في نفس الزمن وهكذا أننا نحتفظ بنفس الزمن الذي يصرف به الفعل الذي يصرف فيه الفعل إذا كما قلنا نحن نستخدم الزمن في نفس الزمن في نفس الزمن في نفس الزمن La forme verba change. الشكل الفعلي يتغير puisque l'on utilise l'auxiliaire être suivi di participacy. لأننا سنستعمل هنا l'auxiliaire être المساعد être في كل الحالات. سنستعمل l'auxiliaire être suivi di participacy. ثم يتبع بلو participacy. c'est alors l'auxiliaire être qui porte la marque du temps. في الجملة المبنية المجهول l'auxiliaire être qui porte la marque du temps. ركزنا على l'auxiliaire être بدون النظر إلى l'participacy. إذن سنحافظه على نفس الزمن ولكن سنطبقه فقط على l'auxiliaire être. هذا هو المقصود هنا. سأله l'auxiliaire être إنه إذن l'auxiliaire être المساعد être qui porte la marque du temps. الذي يحمل ماركة الزمن كما نقول هو الذي يحمل هذا الزمن هو الذي يتمثل فيه الزمن إذا كنا مثلا قد صرفنا الجملة الأولى المبنية المعلوم صرفنا فعلها في الحاضر في l'auxiliaire être ففي الجملة المبنية المجهول être l'auxiliaire être هو الذي سيكون مصرف في l'auxiliaire être إذا صرفنا مثلا فعل الجملة المبنية للمعلوم مثلا l'auxiliaire être ففي الجملة المبنية المجهول ل'افخص passive l'auxiliaire être هو الذي سيكون مصرفا في l'auxiliaire être وهكذا سنعطي بعض الأمثلة في الجملة المبنية المعلوم إذن القط يأكل الفقر في الجملة المبنية المجهول إذن الفقر أوكيلا من طرف القط إذن هذه الجملة مبنية المجهول لاحظوا في الجملة الأولى عندنا لشا مانج لسوري فين كي الفعل هنا الفعل هو لذار مانجي إذن فاش مصرف هذا الفعل هذا مصرف فيه لبخزن في الجملة الثانية أغنبقه في نفس الزمن ولكن شنو اللغة يتصرف في الزمن اللي هو لبخزن طبقه لكسيلي يخيطر طبقه لتبعوه في الجملة الثانية ذهن تقول ثم نتبعوه بلو بارتسيباسي الخاسب في المنجه ليوا مانجه كما تلاحظو ولكن لا سوري تنتكلم على المؤنث ايه مانجه طبعا سنوضيف ايه الخاسب التقنية لماذا؟ لأن الوافع مانجه هنا مصرف مع اتر ملو اكسلع اتر إذن تتأتر بل سيجي إلكم امانت ندفه إلا كنجم ندفه إلا كنجم ندفه إس لا سوري ايه مانجه بارلو شا ايه مانجه كما نقول كما نقول او كيلت نترفي القت إذن، عندما أحدث أثناء «عرفة» متقدمة في وحدث أثناء عندما كان أصدقه مع الدينية عندما تكون في وحدث أثناء في هذا المعذن أثناء نظن 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 نظرة لاشيطان الأبد في وحدث أثناء إذن ل internationally في لين وحدث يوجد ايضا سيكون كما رأينا الفراز اكتير اذا في الجملة المبنية المعلوم مثلا لاحظونا عدنا لوفي العد مصرف في موشي كلبي اموردي انا عد عد الجار عد الجار اذا طبعا في الجملة المبنية المجهول خاص يكون تماما كما هو في المغض في الجملة المبنية المعلوم حالة لفراز passive هنش نعدن هنا اعطي عدنا لوفي كومبوزي الخاص بفعل اتر تماما كما هو حال لوفير مورد لوفي كومبوزي طبعا قلنا اموردي اموردي حتى نقول لوفي كومبوزي ثم نضيف لفراز لاننا في حالة لاننا في حالة لفراز passive لوفي كومبوزي الى غير ذلك بحالة الفعلية كما تلاحظو لوفي كومبوزي لوفي كومبوزي طبعاً كما تلاحظوا بأن العناوين مقلوبة كما تلاحظوا بأن هذه الأفعال أنها في هذه الجدول مقلوبة لأن اللغة Active هي هذه الأولى متى اللغة؟ أشيت أحمد أشيت ينشوميز أحمد يشتري قميساً إذن سنقول في حالة لغة Passive لا شوميز يتشتي قميس وشتريا بأحمد اشتريا من طرف أحمد إذن طبعاً لا شوميز هي كلمة مؤنية سنوضيف لي Ht سنوضيف له أ في حالة إذا اشتري أحمد مثلاً شيئاً ممذكراً طبعاً سنحدي فدء الخاصة بالتقنيت في حالة Ht تلاحظوا بأن الفيع المصرف فيه لنبغ في إذن إذن سنقول أحمد Ht أحمد أنه اشتري أنستيلو اشتري قلماً إذن في الحالة التانية سنقول استيلو ات أشتري لأن في الحالة الأوال göме يمكن أن تصرف في المرحدة هو الحالة التانية يمكن أن تصرف في المرح هو الوكسلير أسنقول ات غير أ Heavy ثم نضيف الخاص بفعل هت طبعا الوستيلو ايتي هت إذا القلم انه شتورية باق احمد شتورية مطرف احمد إذا طبعا هنا لن نضيف ا لماذا؟ لأن الوستيلو هو الذي شتورية الاسم يدل على كلمة مذكرة إذا لن نضيف ا هنا الخاص بالتقنيت ثم عندنا اشتخا احمد اشتخا طبعا هنا نقول مثلا احمد اشتخا احمد اشتخا احمد اشتخا احمد سيشتري محفظة اذا طبعا هنا اللي مصرف له فتور سامبل هو الوذيغ باشتي اذا فلافوا باسيب شنو اللي غيتصرف له فتور سامبل طبعا الوكسيلير اتخ اذا سنقول سورة لو كارتابل سورة اذا المحفظة ستكون اشتخا اذا لو كارتابل سورة اشتخا اذا المحفظة ستشترك احمد اذا من تعرف احمد طبعا لارد لانا نوضيف ايضا لماذا لا ان كلمات احاول كان كلمة مذكرة ليست كاللغة العربية تم عندنا ا survivors اشترا كيف تلاحظون لاحظون فعلا ده لان الفعل ما ستشرف kalau الي من المشاهدين وهذا يذا المنزل هو اشتورية. طبعا ما دام ان كلمة لاميزون انها كلمة مؤنية. طبع الفعل كما تلاحظون هو مصرف مع اتخ. اللي هو مصرف فلو باسي كومبوزي. اللي هو صرفنا هنا فلو باسي كومبوزي. طبقا للقاعدة اللي ذكرنا قبل قليل. طبعا فلافو اكتف كما قلنا. شنو صرفنا فلو باسي كومبوزي. صرفنا لوفيب اشتي قلنا ا 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 طبعا سيتأثر بالسيجي إذن سنضيف إذن المنزل النوشتورية طبعا هنا تتكلم على كلمة مؤناتة ليست كاللغة العربية كأننا نقول هنا منزلة أشتورية إذن طبعا كما تلاحظوا بأنه كنتغير نفس الشيء في اللغة الفرنسية إذن إذن المنزل النوشتورية سنضيف إذن لاميزون هاتي أشتة ثم عدنا أشتة عدنا لغة أشتة بصرف لغة الفرنسية سيطرة بحالة لغة 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 تصرف لغة لغة سيطرة لغة سنقول في سنقول في مثلا لاميزون في أشتة إذن المنزل النوشتورية بار أحمد من طرف أحمد دائما سنضيف لأننا نتكلم عن كلمة لاميزون التي هي كلمة مؤناتة والفعل الذي هو لغة مصرف مع إذن سيتأثر بالسيجي ثم لدينا في حالة لغة البلوس كو parfait A V H T كم المصرف هنا في بلوس كو parfait مصرف هو البرب H T المصرف لغة 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 بلغة بلغة ثم أضف لغة 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 الخاص بفعل H T إذن سبعد لغة بلوس كو parfait الخاص بفعل H T إذن طبعا في حالة لغة passive شمال غة تصرف هنا في لغة بلوس كو parfait طبعا اللي غة تصرف هذه الحالة هو لغة سنقول A V T ثم ما ننسى بأننا في حالة لغة passive خاص ننضيف لغة participacy الخاص بفعل H T A V H T H T إذن هو إشتورية إشتورية مثلا La Maison A V H T مدام أننا نتكلم على La Maison لا ننسى أن نضيف واحد A لغة التقنية لأن المصرف لدينا هنا طبعا هنا لدينا L'Oxiliar H هو المصرف في Plus que parfait المهم لدينا L'Oxiliar H في متى يكون لدينا L'Oxiliar H سنرد البال لسيجي معلو Participation ديمتي تأترو ماشي بحال فشيكون عدنا لكسي لغ أبواغ إذن هذا فيما يخص هذا الفقراء المتعلقة ب Love Active نراكم في حلقة قادمة حيكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله